جدد مواطنون وشخصيات اجتماعية تمسكهم بأهداف ثورة اليمنية والمضي على درب شهداء الأحرار لتحرير كل شبر من الوطن من مليشي إيران التي أعادت إلى اليمن الفقر والجوع والمرض ثورة 26 ستمبر 1962 هي ثورة كل اليمنيين ضد النظام الملكي السلالي هذا النظام الذي دمر واستولى على مفاصل الدولة وهذا النظام ها هو يتكرر في 21 ستمبر فمن هنا نقول لكل المخلصين من الوطنيين من اليمن عليهم على إنهاء هذا المشروع السلالي الإنقلابي الذي يدعي حق الإلهية أو حق البطنين فعلى اليمنيين أن يتوحدوا ويخلصوا النية ويعملوا على عملية التنظيم الثوري هو الحل للخروج من هذا المأزق الذي استولى على مفاصل الدولة للحفاظ على القومية وحفاظ على اليمن من التآمرات الخارجية والتآمرات السلالية التي حلت باليمنيين اقتلاع كهنوت اليمن البغيظ الإمامية وقترستها الذي عبثت في الشعب اليمني من الظلم والإضطهاد طيلة سلين طويلة والثورة 26 ستمبر هي ثورة إنسانية إخلاقية ناضلات من أقل الحرية ضد الظلم والطغيان ونحن اليوم نواقع نفس المسار نواقع استعمار فارسي مقوسي كهنوتي ظالم ثورة 26 ستمبر هي ثورة الشعب اليمني أهدافها ستة هي تعبر عن كل طموحات الشعب اليمني ماضي وحاضر ومستقبل ثورة 26 ستمبر هي منقز الأقداد الأفذاذ الذين ضحوا بكل ما يملكون من دمائهم وأموالهم وكل ما يملكون في هذه الغياء من أقل إرساء دعائم هذا النظام الجمهوري ودعائم الديمقراطية والشفافية والنظام المؤسسي في مؤسسات الدولة إذن لن يترك اليمنيون ولن يترك الأبناء ما أنقزوه أقدادهم في إرساء هذا النظام الجمهوري المشرق تعتبر ثورة 26 ستمبر هي ثورة الشعب هي ثورة الوطن هي ثورة الأرض هي ثورة خرج فيها الشعب من الظلام إلى النور ثورة رأى فيها الشعب الحياة لا يمكن لجماعة الحوثي أن تعلن لثورتها التي أعادت الشعب من النور إلى الظلام أنها ثورة وتحاول أن تستبدلها بثورة 26 ستمبر فثورة 26 ستمبر تعتبر ثورة الوطن ثورة 26 ستمبر المقيدة التي ضحى الشعب اليمني من أقلها الدنيا وسالت أنهارا من الشهداء من أقل الحرية والثورة والوحدة اليمنية المباركة